ايه اللي ودك الاستثمار والاقتصاد نعم انت نجل وزير اقتصاد في التسعينيات السيد الوزير محمود محمد وزير الاقتصاد والتجارة وراحت سكة تانية خالص اشتغلت في مجالات مختلفة غير استماع ممكن تكلمني عن الرحلة دي رجل اعمال المصريين بيشوفوه دلوقتي يعني راسهم بورتري لا سيادتك بترجعني كده بتاع 35 مجردين سنة انا معربش الوقت ده راح فين بس هو حاول هو حاول الكثير انه يجعلني هو كان مصرفي فحاول يخليني امشي في نفس الهذا تروح بنوك واحجات كده اه ما فلحتش يعني ما فلحتش فمعرفتش وكان دايما يحذرني يقول انت هتفضل تعمل اللي بتعمل وده هو هتجيلي كمان خمس ست سنين مش عارف تشتغل ده سيادت الوزيرة الله يخليك ربنا يكرمك فقعد يحاول معي شوية وانا يعني هم دايما في عائلات للوزراء زمان كانت كده فهو جهز كان عايزك تدخل المجال القريب من السياسة ما دخلتش ما دخلتش فلاحتش وابتديت بقى ابتدي ابتديت صغير قوي ابتديت الحقيقة جبت عربية سوزوكي ستلاف بستلاف جنيه انا فاكر سوزوكي صغيارة صغيارة ايه وبقيت تشتري سلع واعلف عليها وتعرفت حتى على شريكي الرئيسي ان روح تشتري منه وبقنا شركة من ستة وثمانين تقريباً في الغد الوقتي وانتوا بعربية سوزوكي بستلاف جنيه ايه انا فاهم ابتديتوا بعربية سوزوكي مرحلة الكفاح دي سلام انا وصاحبي بقى خدتوا العربية دول كنتوا بتجيبوا بضع واتبقوها انا كنت بشتري منه هو كنتاجر اه وانا كنت باخد العربية ده هيكت بشتري منه وتوزع علي ايه بقى وزع علي السوبر ماركتس والبقالينو باخد بقى شيش وانطالع ده انت طالب ولا ايه لا انا بعد ما اتخرجت عربية بعد ما اتخرجت وبعدين بعد حبا فحبا بقى بعد ما ابتدت اوزع وبتدت استورد المواد الغذائية وبعد الاستيراد المواد الغذائية قدني إلى استيراد السكر اه استيراد السكر قدني إلى التمويل متاع السكر بقىنا نعمل.. نمول محصول السكر في الدول اللي بتصدر لمصر وسكر اعلمني الزراعة والصناعة لان كل السكر للمصر يكاد بجيبه في هذا الوقت 미안 كان سكر خام فانت لازم تعمله عملية تصنيع وتحوله من سكر خام لسكر أفضل فتعلمنا كتير قوي في الزراعة والصناعة بس في النص كده دخلت في مجال الكتب ده ده في الأول خالص ده في الأول خالص ما ده كان في التسعينيات؟ لا تمانينيات لا اثنين وتمانين تلاتة وتمانين كنت شير كتب وخبط على البيبانة بح لو انت طالب بقى توزع تخبط على البيوت وتبيع كتب ما كنتش في بقى في إنترنت ولا حاجة فكنا بنبيع الإنساكلوبيديا من فاكر كتب سوى 100 جنيه بحاجة زي كده انت عقلية تجارية طلقك يعني من نفسك كده أنا مش تاجر يعني أنا الحقيقة الشق التجاري عندنا هو شريكي أستاذ عب منعم بس أنا يعني تقدر تقول أن أنا بعرف أهيكل يعني عندي رؤية بحب أحط الرؤية والإدارة لنما أنا مش تاجر مش تاجر شاطر يعني تب رايح لي فين غير مصنع السكر هتكمل مصنع السكر وهنكمل خط الأول وهتعمل خط التاني والتالت إن شاء الله ولأ وبحلم كمان إحنا رايبين قوي من ترعة الإسماعيلية أنا كنا بحلم إن إحنا نعمل ترمينل على ترعة الإسماعيلية عشان تقدر تاخدوا السكر توزعوا في الكومورية عن طريق النيل أي وطوف ترجمة نانسي قنقر